تتواصل الاحتجاجات الشعبية الكردية في مدن وبلدات سليمانية شمال العراق التي تطالب حكومة إقليم كردستان بالإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد عدد فضلا عن توفر أوضاع اقتصادية آمنة للإقليم وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع سعي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتقريب وجهات النظر العربية الكردية للبدء بمفاوضات من شأنها إنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل بوساطة أممية هدوء هنا وسخب احتجاج شعبي هناك هكذا يبدو الحال في محافظة السليمانية شمال العراق الأمن الكردية فرض حظرا للتجوار في رانيا وحلبشة المدينتان شهدتا سقوط عشرات المتظاهرين الغاضبين بعد مواجهات مع قوات الأمن قوات انتشرت بشكل لافت بدعم من قوات مكافحة الإرهاب الكردية وسط ما وصفه متابعون محليون باستخدام مفرط للقوة ما دخل فيه الاقليم من مشاكل مع بغداد كان دفع الاقليم ثمن كبير وباهظ جدا من خلال الأزمة الأخيرة وهي أزمة الاستفتاء التي ربما أقلقت بغداد وكان القلق موجود حتى على دول الجوار الغليان الشعبي الذي يشتاح المدن والشوارع الرئيسة الواحدة والأخرى يترجم وفقا لمراقبين النقمة الشعبية التي خرجت عن نطاق سيطرة حزب الاتحاد الوطني المتنفذ الذي يحتكر القرار السياسي والأمني في السليمانية منذ عشرين عاما ولعلها المرة الأولى التي يعلنها المتظاهرون الأكراد صراحة بالمطالبة برحيل الحكومة الحالية واستبدالها بأخرى منتخبة هذه التطورات عمت سليمانية وتهدد باجتياح أربيل معقل الحزب الديمقراطي بزعمة مسعود بارزاني وبات يرى المتابعون تضعف موقف أربيل في التفاوض مع الحكومة الاتحادية رغم محاولات الأكراد الزجة بوساطة غربية للتوسط لدى بغداد لبدء حوار مباشر حوار قد يفضي إلى رفع الإجراءات العقابية عن محافظات الإقيم الثلاثة المعزولة عن محيطها خلاص يحتاج إلى حوار منه يبدأ بالحوار؟ أكيد حكومة الفدرالية لأنه أنا أقول بمثابة الأب للعراق لازم يبدأ بالحوار حوار حوار واقعي وحقيقي أنا ما أقول إذا كان حكومة إقليم كردستان عدنا سياسيين أو عدنا أشخاص عدهم مجموعة من الجرائم مليون جريمة ضد الشعب الكردي أنا ما أقول هذا يعني ما نحاسب منهم بالأكس نحاسب لكل داخل العراق أما بالآخر لازم ننقض شعب الكردي من هذه الأزمة فيما يقول حزب التغيير والاتحاد الإسلامي المعارضين أن الأقيم الكردي يقف في هذه الظروف على مفترق طرق مفترق قد يدخل الإقليم في ربيع سياسي ولكن بنسخة كردية هذه المرة شفيق عبدالجبار التلفزيون العربي